أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن قوة دفاع البحرين هي الحسن الحصين لمقدرات ومنجزات الوطن ومصدر عز وفخر لكافة أبناء البحرين نظير ما يقدمه منتسبوها من تضحيات وعطاء سموه أشار إلى المستويات المتقدمة من الجهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى مشددا سموه على همية موصلة رفع مستوى جهزية قوة دفاع البحرين ترسيخا للأمن والمحافظة على المنجزات الحضارية للمملكة وتعزيز الأمن في المنطقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حيث كان في استقبال سموه معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وأسعادت الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وأسعادت الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة قدم لسموه إجاز حول الخطط والبرامج المستقبلية لقوة دفاع البحرين حيث عرب سموه عن اعتزازه بكفاءة وامكانيات منتسبي قوة دفاع البحرين وإخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب والذي مكنهم من الوصول لهذا المستوى المشرف من جانبه أعرب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من متابعة ودعم لتطوير كفة وحدات قوة دفاع البحرين وأكدنا أن رجال قوة الدفاع سيظلون درعا حصينا للحفاظ على المنجزات الحضارية للمملكة وقد رفع معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين باسمه ونيابة عن جميع متسبي قوة دفاع البحرين إلى سموه حفظه الله أطيب التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم على سموه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظ سموه يرعاه ويسدد خطاه ويديم على مملكة البحرين وشعبها العزيز نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وقد باد لهم سموه التهاني والتبركات بهذا الشهر الفضيل دعينا الله تعالى أن يتقبل من الجميع طاعتهم وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات إنه سميع مجيب ترجمة نانسي قنقر